السلام مهم في اليمن موقف أمريكي معلن لكن يكتنفه الغموض وسط خيبة أمل كبيرة بشأن مسؤولية واشنطن عن العنف الذي يعصف باليمن منذ أكثر من أربعة أعوام جراء حرب ميليشيا الحوثي والتحالف المدعومين منها هذه المرة التأكيد على أهمية السلام صادر عن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو في تغريدات نشرت على موقع وزارته في تويتر مقترنا من انتقاد مباشر للسعودية بسبب ما قال أنه مسؤوليتها عن قتل الأطفال في اليمن وتأكيد مماثل على أنه ووزير الدفاع جيمس ماتس عامل مع التحالف الذي تقوده السعودية لتقليل خطر وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار جانبية أخرى قد يبدو تصريحا كهذا متعارضا مع إفادة للوزير بومبيو أدل بها قبل نحو أسبوعين للكونجرس تفيد بأن حكومتي الرياض وأبوظبي تتخذان خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتهم العسكرية لكن المراقبين لا يرون فيه سوى استمرار للباب الموارب الذي ميز سياسة واشنطن حيال ماجر في اليمن وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن المجتمع الدولي سيكون قريبا من السلام في اليمن إذا توقفت إيران عن تسليح الحوثيين وإطلاق الصواريخ من اليمن إلى دول الخليج لافتا إلى أن استمرار بلاده في العمل باليمن هو محاولة لحل الوضع من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها بلاده وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وسط معارضة من الدوائر المتخصصة في وزارته على خلفية الدعم العسكري لأمريكي المستمر للحرب التحالف في اليمن وسط تسريبات أفادت بأن مواقف الوزير بومبيو متأثرة بمخاوف من إمكانية وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يتحول اليمن شيئا فشيئا إلى ساحة مفتوحة للصراع متعدد الأطراف كما يرى المراقبون فالإدارة الأمريكية التي عملت طيلة الفترة الماضية على دعم أجندة ميليشيا الحوثي في اليمن لم تعد ترى في هذه الميليشيا سوى أنها أداة إيرانية تلحق الأدى بالجيران الخليجيين بغض النظر عما سببته من كوارث ونكبات بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من أربعة أعوام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر